الكتاب الذي بين يدي عوالم العلوم للمحدث البحراني رحمة الله عليه شيخ عبد الله البحراني عوالم الزهراء وهذه خطبة الصديقة الطاهرة الخطبة المعروفة والتي يسميها البعض بالخطبة الفدكية هذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء صلوات الله عليها صفحة 664 أقرأ لكم بعض الجمل بعض العبائر زهرائيون نحن والهوى زهرائي هكذا أردد دائما هذا هو منهج الزهراء فهل أن الزهراء الطاهرة المطهرة تنشر غسيلا وسخا في خطبتها حين توجه الخطابة إلى صحابة النبي وهي في سن بناتهم أو حفيداتهم فأنقذكم الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وآله بعد اللتي والتي أو بعد اللتي والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذعبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقد نارا للحرب أطفأها الله أو نجم قرن الشيطان ربما البعض منكم قد لا يعرف معاني هذه الألفاظ لا أجد وقتا للحديث عن كل لفظة كلما أوقد نارا للحرب أطفأها الله أو نجم قرن الشيطان نجم يعني ارتفع وظهر مثل ما تظهر النجوم وإنما قيل لها نجوم لأنها ظاهرة ناجمة أو نجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها اللهوات جوف الفم فلا ينكفع تشير إلى سيد الأوصية فلا ينكفع حتى يطأ مكتوب هنا حتى يطأ جناحها ولكن هناك نسخ أبلغ الذي أحفظه في ذاكرة حتى يطأ صماخها الصماخ هو أعلى الرأس حتى يطأ صماخها فلا ينكفع حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدوداً في ذات الله علي مجتهداً في أمر الله مجتهد بمعنى الانقطاع والإخلاص في العبادة مجتهداً في أمر الله قريباً من رسول الله سيداً في أولياء الله مشمراً ناصحاً مجداً كادحاً لا تأخذه في الله لومة لائم ثم تبدأ تنشر غسيلهم الوسخ كما تقولون أنتم وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار وتنكصون عند النزال تفرون تنكصون عند النزال وتجبنون وتنكصون عند النزال وتفرون من القتال فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين هذه عبارات تتحدث عن أقبحي وعن أسوأي حالات الصحابة وهدر فنيق المبطلين لكنني إذا أردت أن أقف عند كل كلمة سيطول الحديث وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين فأنتم أتباع الشيطان وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين ثم استنهضكم الشيطان فوجدكم خفافة إلى آخر الكلام الخطبة طويلة إنما أردت أن أشيره إلى جانب من كلامها وهي تنشر معايب صحابه معايب صحابة أبيها صفحة 678 وَنَكَصْتُمْ بَعْدَ الْإِقْدَامِ وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ بُؤْسًا لِقَوْمٍ نَكَثُوا إِيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ إنها تخاطب الصحاب هل هناك أقبح من هذا الوصف وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَنَكَصْتُمْ بَعْدَ الْإِقْدَامِ وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ بُؤْسًا لِقَوْمٍ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ من بعد عهدهم إلى أن تقول تخاطبهم فَإِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ثم تخاطبهم معاشر المسلمين تخاطب الجميع معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر أَفَلَا تَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ ليس هو نفس الكلام الذي وجهه إمامنا صادق إلى أبي حنيفة وأشباه أبي حنيفة إن كانوا من المخالفين أَمْ مِنَ الشيعة أَفَلَا تَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا كَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَا أَسَأْتُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا تُلَاحِظُونَ الْمَنْطِقُ هو المنطق فأخذ بسمعكم وأبصاركم ولبئس ما تأولتم إلى بقية عباراتها وألفاظها التي تتحدث في هذه الأجواء وحتى حينما عادت نساء المدينة فاطمة في مرضها فماذا قالت لهن أصبحت والله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنأتهم بعد أن سبرتهم فقبحا لفلول الحد إلى أن تقول وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون هذا كلام فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها وبئس ما قدمت لهم أنفسهم هذه الأمة وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب وفي العذاب هم خالدون هؤلاء الذين تتحدث عنهم فاطمة بهذه الطريقة مراجعنا واحد يقول إنهم بيضوا وجه التأريخ واحد آخر يقول إن هؤلاء كانوا يعيشون في عصر مشعع باللون القرآن واحد آخر يقول من أنه كانوا على وفاق ما علي شخص آخر يقول كانوا جميعا يحبون فاطمة حتى قال عن الذين هاجموا بيتها قال كل الذين جاءوا إلى بيتها كانوا يحبون فاطمة وقلوبهم ملأ بحب فاطمة أو منها الخرط في كتب مراجعنا الكرام منها المال حمل جمال فاطمة هنا وهي تتحدث بهذا الأسلوب أل كانت تنشر غسيلا وسخا هذا الكلام جاءنا يجري عبر قرون منذ أيام فاطمة وإلى يومنا هذا وسيبقى فهذا المنطق منطق أعوج هذا المنطق منطق أعوج لابد أن نفرق بين قضيتين القضية الأولى الأمر الشخصي والقضية الثانية الأمر الذي يرتبط بأهل البيت لابد أن نفرق بين أمرين نحن إذا ما اقتنعنا من أن الدين له أصل واحد لا شأن لي بمنظومة الأشاعر والمعتزلة التي يتبناها مراجعنا هذه منظومة منظومة شيطانية من أن أصول الدين خمسة هذه منظومة شيطانية من أراد أن يعرف الحقيقة فيرجع إلى الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج وهناك سأعرض في الحلقة الآيات والروايات والأحاديث التي تصرح علنا من أن ديننا له أصل واحد هو الإمام وفي الوقت نفسه أنا تحديت المراجع جميعا والآن أتحداهم أن يأتوني بآية أو رواية تتحدث عن أصول الدين الخمسة الآن أيضا أتحداهم وسأبقى أتحداهم لأن هذه المنظومة منظومة ناصبية الكتاب الكريم وأحاديث أهل البيت صريحة من أن الدين له أصل واحد وهذا الأصل هو الإمام كما قال رسول الله لعلي يا علي أنت أصل الدين وقد أوردت لكم هذه الرواية وقرأتها عليكم من بصائر الدرجات لأبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلام عليه لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم ولكن إذا ثبت عندنا أن هذا الدين له أصل واحد هو الإمام فهنا نأتي نقيس الأمور على هذا الأساس هناك دين وهناك أنا وهناك أصل لهذا الدين أصل الدين هو الإمام فكل الأمور تقاس وفقا لهذا الأصل أنا وأنتم ندور في فناء هذا الأصل ما يرتبط بأموري الشخصية التي تخصني أو ما يرتبط بأمورك الشخصية التي تخصك والتي هي في أفق السر إما فيما بينك وبين الله فيما بينك وبين إمامك فيما بينك وبين شخص معين هو الآخر يحفظ سرك في داخل أسرتك شؤونك الشخصية التي لا علاقة لها بشأن الدين وبشأن أصله وحينما قلت فيما بينك وبين إمامك العلاقة الوجدانية فالعلاقة الوجدانية شأن شخصي هذه الأمور لا يجوز كشفها ولا يجوز طرحها وذكرها إذا كان يسبب خطرا أو يسبب انتقاصا أو يسبب خللا لسمعة الإنسان أو لمصالح الإنسان أو لحياة الإنسان المؤمن هذه الأمور لا يجوز ذكرها أبدا بهذه العناوين هذا هو الذي تحدث عنه القرآن ومن أننا نأكل لحم أخوتنا وهم موتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كما في سورة الحجرات فإننا نأكل لحوم إخوتنا وأخواتنا وهم أموات هذا الحديث في الجانب الشخصي الذي لا صلة له بالمعصوم ومشروع المعصوم وبرنامج المعصوم أما أن تكون شؤون الشخص مرتبطة ولها علاقة بالمعصوم أو بمشروع المعصوم وتؤدي إلى إعاقة مشروع المعصوم المعصوم يريد للشيعة أن يعرف إمامهم يريد من الشيعة أن يعرف فضل محمد وآل محمد المعصوم يريد من الشيعة أن يعرف ظلامة محمد وآل محمد المعصوم يريد من الشيعة أن يبحث عن الفقيه الصالح الذي يفتي ويفسر القرآن وفقا لمنهج علي لا وفقا لمنهج الشافعي أو الأشعري أو المعتزلي أو الصوفي أو القطبي أو أن يكون هناك كوكتيل من كل هذا كما هو الآن الجاري في حوزاتنا في وسطنا المرجعي في المكتبة الشيعية في الإعلام الشيعي هذا هو الذي يجري الآن في مثل هذه القضية ليس يجوز وإنما يجب وجوبا قطعيا على أن تكشف الحقائق ولكن لا بد أن تكون بالأساليب المناسبة وبالأدلة والبراهين الواضحة ولا بد من وضع النقاط على الحروف وليس الهدف أن يكون للإضرار بشخص لأنه هو ذلك الشخص القضية مرتبطة بأصل الدين وبمشروعه ديننا هو دين محمد صلى الله عليه وآله أصل هذا الدين إمام زماننا الحجة بن الحسن إمام زماننا إمام زماننا عنده مشروع مشروعه المهدوي الأعظم نحن وظيفتنا أن نمهد لمشروع إمام زماننا بحسب ما نتمكن في بعض الأحيان قد يكون التمهيد بالتقية والسكوت في بعض الأحيان قد يكون التمهيد في الإعلام والتعليم هذه القضية تختلف من زمن إلى زمن من مكان إلى مكان من شخص إلى شخص من مجتمع إلى مجتمع بحسب الإمكانات المتوفرة بحسب المعوقات الموجودة بحسب الظروف والملابسات منها ما هو سياسي منها ما هو اقتصادي منها ما هو اجتماعي منها ما هو ثقافي منها ومنها ومنها جزء من حركتنا بهذا الاتجاه هو أن ننتقد الواقع السيء الذي يقف عائقا في نشر فكر آل محمد حينما تكون منابع الفكر في الساحة الإعلامية وفي الساحة التعليمية وفي الساحة الثقافية الشعية منابع الفكر تغذي الناس وتقودهم إلى نتيجة مناقضة ومضادة للذي يريده يريده الإمام المعصوم هذا هو الذي يجري على أرض الواقع الإمام المعصوم يريد منا أن نفهم القرآن منهم الساحة الشعية خلية من هذا الأمر بل إن الساحة الشعية تحارب أي توجه لفهم القرآن بحسب منهج أهل البيت والذي وراء هذه القضية هم مراجع الشع وأنا هنا لا أحملهم أن ذلك يكون بسوء نية منهم والله هذه عقيدتي صدقتم ما صدقتم هذا الأمر راجع إليكم بالنسبة لي لا يفرق عندي كثيرا أن تصدقوني أو لا تصدقوني لا أبالي لأنني أساسا لا أبالي بأحد منكم أنا أبالي بشخص واحد هو إمام زماني إذا كان إمام زماني يقبل حديثي هذا وإذا كنت صادقا عند إمام زماني فلا أبالي بكم أصدقتموني أم كذبتموني ولكن لو أن إمام زماني يعدني كاذبا فماذا أصنع بتصديقكم ما الذي يدخل في جيبي من تصديقكم لن أنتفع من تصديقكم شيئا فلا أبالي بكم أصدقتموني أم لم تصدقوني